معي من الموصل مراسل الأخبار الآن لؤي أمين لؤي إذن بأول استئناف لها بعد توقف العمليات لأربعة أيام كيف اختلف المشهد على الأرض؟ مسألة الخير ميسون طبعا العمليات بوقوفها لأربعة أيام كانت فقط من أجل إعادة تنظيم الخطة والتحشدات الكبيرة التي وصلت خلال هذه الأربعة أيام حيث وصلت أفواج كبيرة من الشرطة الاتحادية ثلاثة ألوية بعدتها وعتادها وأيضا وصلت ألوية من الرد السريع إلى المحور الشرقي وأيضا مدفعية ثقيلة للفرقة المدرعة التاسعة كلها تحشدت في منطقة علي راش وأيضا جديدة مفتي وحي الانتصار ومنطقة جوجري تمهيدا للهجوم الكاسح كما يقول الجيش العراقي على الساحل الأيسر وسيطر عليه بالكامل وأيضا خلال اليومين الماضيين قامت الفرقة السادسة عشر من الجيش العراقي بمشاركة الفرقة الخامسة عشر في المحور الشمالي بالهجوم على أربعة مناطق هي كل من الشلالات وكذلك أكاديمية شرطة ومعسكر تدريب الشرطة المحلية في نينوى ومنطقة الهياكل التي هي داخل محي الحدباء وحررت هذه المناطق الأربعة بالكامل وأصبحت الآن داخل الأحياء الشمالية لمدينة الموصل بانتظار انطلاق العملية الكبرى للتوغل داخل المدينة وتحرير ما تبقى في المحور الشمالي عن أي تحديات يتم الحديث عنها اليوم معك عندما تقوم باتصالاتك لؤي فيما يتعلق بما بعضها يعرف عنه اليوم بالمعركة الكبرى نعم القادة الأمنيين جميعا أكدوا أن كنت معهم خلال ثلاثة أيام الماضية أكدوا أن المعركة هذه المرة ستكون مغايرة وأن الأحياء سيتم اقتحامها من جميع الجهات ولن يكون هناك أي توقف وستكون العملية السريعة وخاطفة إلى مجرى النهر داخل المدينة الذي يصل مدينة الموصل إلى قسمين أيسر وأيمن وكما نعرف أن الساحة الأيسر هو أكبر من الساحة الأيمن تم تحرير أكثر من 50% منه ما تبقى منه فقط أحياء قليلة وصغيرة والجيش العراقي والقوات لم يأكدوا أن هذه المرة المعركة ستختلف سيكون هناك محور شمالي وشرقي شمالي وشرقي وجنوب الشرقي هناك تحشدات كبيرة جدا خلال هذه الثلاثة أيام وصلت إلى المنطقة بعشرات الآلاف من المقاتلين والمدرعات والعدة أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من الموصل مراسل الأخبار الآن لأي أمين